مهمة إفطار الصائمين على الطريق في مديرية القبيطة بمحافظة لاحج حيث يواصل عدد من الشباب تنفيذ هذا المشروع المتواضع في واحدة من المبادرات الإنسانية التي تستهدف المسافرين بين محافظتي عدن وتعز عدد من المحافظة الأخرى على الطريق الرئيسي في المديرية الفكرة بدأت عنده إحساس بعض الخيرين من الرجال الخير بالطريق الرئيسي التي تربط عدن تعز ثم المديرية القبيطة حيث المديرية تعاني من عدم وجود البنية التحتية من مطاعم وبقالات ومشاريع البنية التحتية فرقاء الخير اهتموا ببادرات القانب ويشعرون أن هناك ببادرات تقوم بإفطار الصائم ولموسم الثاني ويرعى أهل السرعة للحكيم الردمان وكيل مصلحة القمارك لإفطار الصائم نحن نوزع وقبات إفطار الصائم فقط لا غير هدفنا كان مطعم لكن توفقناش فيه وإنما استمرنا بتوزيع وقبة إفطار الصائم مكونة من تمر وماء وبعض الكيكة والوقبة الخفيفة التي توزعت السريف المسافرين بدرجة أولى للعام الثاني تستمر هذه المبادرة التي يجري تنفيذها من قبل الشباب وبالدعم من جهات خيرية ورجال أعمال ويستفيد منها المئات من الناس هنا طيلة شهر رمضان في مناطق تشهد حركة سير نشطة للمركبات وشاحنات نقل البضائع كما أن افتقار الطريق لمحطات التموين كالمطاعم وغيرها يعزز من أهمية هذه المبادرة لتلبية حجة المارة من هنا من خلال تقديم وجبات الإفطار لهم مبادرة قيدة ومتزة رفو صلى الله عليه وسلم قال من أفطار صائم كان له مثل أجري لا ينتقص من أجري شيء في هذا الطريق الذي بعض الحين تنقطع السبل بالمسافر لا تقدله أقرب بقالة وقرب كذا فهؤلاء الشباب يقدموا خدمة لهذا المسافر بتقديم هذه الوقبة الخفيفة تساعده على الوصول إلى أقرب نقطة يستطيع من خلالها أن يستغي فيها بالنسبة للمنطقة منطقة زي ما تشوفون منطقات قرى لا يوجد فيها مطاعم ولا بوفيات وهذا الشباب قزاهم الله ألف خير بما يقدموا في هذه العطاء استمرار هؤلاء الشباب في إنجاح مبادرتهم خدمة للمسافرين باعتبارها مهمة إنسانية تطوع للقيام بها كما أنها مهمة لتعزيز أواصل الترابط المجتمعي كقيمة مثلى بنظر القائمين على المشروع سلام حبد الوهاب قناة بلقيس لحظة